صباح الخير أو مساء الخير أينما كنتم متواجدون أيها السادة وسيدات ومرحبا بكم وكلكم وشكرا للانضمام إلى هذه الندوة الهامة التي هي معنوة كالتالي ندوة حول طاقة قادة القطاع الأمني البارزين أنا اسمي السيد كول وأنا عميد الشؤون الأكاديمية في مركز إفريقيا لدراسات الاستراتيجية وأنا أيضا قائد هذا البرنامج حيل حول هذه الندوة المعنونة كنت أود أن أبدأ هذا البرنامج وهذه الندوة بالسيدة كنوف التي هي مديرة مركز إفريقيا الدراسات الاستراتيجية لبعض التقديم للتقديم وطبعا لقيامها بمقابلة مع سعادة السفير السيد أولو سينغون وأن تقدم أيضا مسهل هذه الحصة السيدة ميشين دي السيدة كيت الكلمة لكي شكرا جزيلا شكرا سيد الدكتور لوكا الذي هو بارز يعني عامل بارز ودكتور بارز هنا في مركز إفريقيا شكرا جزيلا ورحب بك سعادة السفير أولو سينغون في مركز إفريقيا نود نحن إنه لمدواعي شرفنا وسرورنا أن نستقبلك اليوم وأن تكون معنا للتحدث عن هذا الموضوع الهام موضوع ندوة حول قادة القطاع الأمني البارزين وبعد هذه الجلسة ستكون هناك جلسة مناقشات طبعا تتليها هذه في هذا البرنامج سوف تكون هناك بعض الأسئلة وسوف نختم هذه الجلسة بأسئلة مفتوحة لأجل المشاركين فهذه الجلسة سوف تكون مستجلة وسوف توضع على الويب سايت لمركز إفريقيا فكنت أود أن أقول أن ندوة اليوم هي طبعا ندوة حول قادة القطاع الأمني البارزين وهذا البرنامج هو برنامج مهم جدا سوف نشاركه مع كل الحاضرين وبالاعتراف بالسيد سعادة السفير نود أن نرحب به سوف نفتح هذه الحصة بالترحيب بالسيد سعادة السفير أولوستونغن لدينا اليوم من أكثر من 300 زميل والذين انضموا إلينا إلى هذا البرنامج شكرا جزيلا لانضمامكم ولكونكم معنا في هذه الحصة الصباحية فنطلب منكم أن تبعثوا كل الأسئلة عبر التشاتلاين وخلال جلسة المناقشات الأسئلة والأجوبة سوف تكون طبعا لكم الفرصة من أن ترفعوا أيديكم على زوم مينيو فعندما نطلب منكم القيام بمداخلة نطلب منكم تشغيل الأوديو ويمكنكم طبعا طرح السؤال بطريقة مباشرة قبل أن أقدم ضيفنا البارز اليوم كنت أود أن أعطيكم نبرة مجزاة عن مركز إفريقيا فمركز إفريقيا هو مؤسسة طبعا تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أنشأها وهي طبعا لها دراسة تدرس قضايا الأمنية المتعلقة بإفريقيا وهي طبعا هي يعمل كمنتدى لبحثة تنائية متعددة الأطراف نحن طبعا مؤسسة تابعة كما قلت لوزارة الدفاع الأمريكية ونحن في وزارة في National Defense University أي طبعا في واشنطن دي سي ونحن هدفنا هو تعزيز الأمن الإفريقي من خلال توسيع التفاعم توسيع توفير منصة موثوقة للحوار وبناء شركات دائمة وتحفيز الحلول الاستراتيجية نحن طبعا نقوم بتحاليل كثيرة ولدينا طبعا حكمة القطع الأمن ونقوم بتعزيز القيادة والاستراتيجية والمؤسسات والإسجابات الاستراتيجية لعدام الأمن وتحديات الأمن عبر هذا البرنامج نحن طبعا نقوم بكثير من الوسائل وكثير من الفرص من أجل تعزيز هذا التفاهم كل هذه طبعا الشركات هي لديها تعطي بعض الفرص من أجل قيادة الاستراتيجية والمؤسسات وفي قطع الأمن نحن لهنا من دواعي سرورنا وشرفنا أن نرحب بسعادة السفير السيد أوليسانغون ككونه قائد بارز في مجال الأمن نحن لقد شارك شارك في كثير من القطاعات المهمة وفي إطار هذه الجائحة وفي خلال هذه الظروف نحن لإنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب به بسيد رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السابق في فترة 1999 و2007 لقد شغل منصب رئيس الحكومة العسكرية الاتقادية في نيجيريا والقائد العامي القوات المصلحة نيجيريا في الفترة من 1976 إلى 1979 فهو ترأس فترة الانتقال الطوعي إلى الحكم الديمقراطي المدني في سنة 1979 إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بسعادة السفير فهو اليوم طبعا هو يعمل في مكتب الاتحاد الأفرقي اليوم وقبل ذلك طبعا أتكلم الآن عن السيدة ميشيل دي اي الممتل خاصة لسة المكتب الاتحاد الإفريقي في جمهورية الكونغو وقبل ذلك شغلت منصب مديرة برنامج السلام الأمن في إفريقيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي في معهد دراسات السلام ولقد كانت طبعا عملت سيدة الندية على مجموعة متنوعة من المشاريع مع مختلف المنظمات المحلية والدولية وطبعا نحن طبعا عملت وقبل انضمامها إلى معهد دراسات السلام الأمن شغلت منصب المديرة العام لمعهد مندينا لدراسات الإنمائية إنها ضيفة متميزة ولقد اشتغلت في سنوات كثيرة في مجال الأمن فطبعا أود أن أقول أنه سعادة السيد أوليسونغو أقول أنه كان قائد العام القوات المسلحة النجيرية في فترة 1976 إلى 1979 فحتى سنة 2008 عينات الأمم المتحدة مبعوثا خاصا لإفريقيا وأشرفة منذ ذلك الحين على الانتخابات الديموتقراطية ولقد كان طبعا عمل دائما مع التزام لمستمر بالسلام في القارة الإفريقية ومعرفة وثيقة بسياسات وسط إفريقيا لقد شارك في عديد من الجهود الوساطة الدولية لسيما في ناميبيا وأنخولة وجنوب إفريقيا موزنبيك بوروندي وقد أيد استعادة السفير أيد الرئيس أوباسانغو باستمرار في تعميق وتوسيع التعاون الإقليمي من خلال المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومنطقة تحالف الرخاء المشترك التي تضم بنين وتغو وغانا ونيجيريا في 1908 طبعا عينه الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون مبعوثا خاصا إلى منطقة البحيرات الكبرى حيث قام بدور أساسي في جهود الوساطة في شرق جمهورية الغنغو الديمقراطي وقد شغل في السابق منصب رئيس مجموعة بلدان السبعة والسبعين ورئيس اجتماع رؤساء حكماء الكومنوات ورئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات التنفيذية التابعة لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا طبعا اليوم هو دائما يبقى دائما متواجد في كثير من السياقات من أجل أن يقوم بعمليات الوساطة وأن طبعا أن يساعد في كثير من المسؤوليات سعادة السفير السيد أوباسنغوم نحن إنه لمن دواعي شرورنا وسرورنا أن نستقبلك اليوم شكرا جزيلا لحضورك سهلا وسهلا اسمحوا لي أيها السادة والسيدات أن أتقدم بشكري الخاص للدكتور لكا وأيضا أن أتقدم بشكري الخاص للسيد العميد طبعا أتقدم بشكري أيضا لمركز إفريقيا اسمحوا لي أيها السادة والسيدات أن أتقدم بشكري أيضا لمديرة المركز إفريقيا السيدة حيد ولدعوتي لدعوتي إلى طبعا لأكون المتحدث الرئيسي والرسمي في هذه الندوة وأتكلم عن هذا الموضوع الخاص موضوع ندوة حول قادة القطاع الأمني البارزين شكرا جزيلا أيها السادة والسيدات لتنظيم هذه الندوة شكرا جزيلا للكلمات التي تقدمتم بذكرها بخصوص خلال تقديمي طبعا أن سوف أكون المتحدث الرسمي ولكن سوف أكون المتعلم الرسمي خلال هذه الندوة ولأنه هناك الكثير نستطيع تعلمه في هذه الندوة الخاصة بالقادة البارزين في قطاع الأمني لإفريقيا وكما تعرفون أيها السادة والسيدات أود أن تكون هذه الجلسة فيها أكثر تفاعل ممكن فأود أن أقوم بتقديم افتتاح من أجل أن أشجع هذا التفاعل خلال هذه الندوة وبعد ذلك سوف أقوم بالتقاط أو أخذ الأسئلة التي قد تطرحونها فالقطاع المركزي أو اليوم الموضوع الخاص يتعلق بالقيادة التكيفية وكما قلتم كما تفضلتم بالقول أنتم مهتمون بالتقاط بعض الأفكار الرئيسية بخصوص تجربتي فأنا أعرف أنه أنا عملت في بلد متراكب الذي هو نيجيريا في وقت اضطرابات ووقت عدم التأكد فطبعا أيها السادة وسيدات القيادة التكيفية كمصطلح هو سياق يدعو إلى بعض التغييرات التغييرات الأساسية فتغييرات التي يجب أن نفكر بقيام بها خلال سياق معين فأنا أعتقد أيها السادة وسيدات نحن طبعا نعرف ماذا يعني وقت الاضطراب الذي سببته الجائحة أو فيروس كوفيد-19 خلال عبر العالم هناك ملايين من الأشخاص لقوا حتفهم خلال هذه الجائحة طبعا مستوى الفقر ارتفع وكثير من النشاطات الاجتماعية انقطعت وكان هناك انقطاع في طبعا هذه النقاشات فنحن نشتغل أو نعمل في عالم أو في وقت في زمن فيه كثير من التغييرات هذه الجائحة أيها السادة وسيدات طبعا سببت كما قلت كثير من الإقطاعات في الحياة الاجتماعية وكثير من الأشخاص وجدوا أنفسهم في عالم متغير وطبعا متميز بانقطاعات عديدة ففي إطار هذه الأزمة شاهدنا أو تذكرنا ما حصل في الحرب العالمية الثانية ففيه أود أن أقول أنه في السياق الإفريقي لم تكن هناك فقط أزمة الجائحة فهناك أيضا وصد فيه اضطرابات وفيه عدم التأكد خلال السنة أو العقد الأخير فقبل الجائحة لقد كانت إيبولا كان طبعا فيروس إيبولا الذي تسبب في وفاة كثير وطبعا كثير من الأشخاص وتسبب في تأتم كثير من الأطفال وقبل فيروس إيبولا لقد كانت هناك أيضا آزمات كثيرة آزمات صحية كثيرة وكثير من التحديات التي حصلت في كثير من العقود خلال طبعا الوسط الإفريقي تأثر كثير من الأزمات طبعا الحروب هناك التوترات هناك الأمراض هناك أزمات الصحية وكثير من الأزمات التي عانت منها إفريقيا خلال العقود الأخيرة قبل طبعا الجائحة فكل هذه التحديات عبر القرى الإفريقية تتطلب قيادة من نوع خاص قيادة خاصة وتتطلب كثير من التغيرات فنرى أنه في الإطار الإفريقي كثير من الأزمات سببها هو طبعا مسألة القيادة فأنا كقائد في القناة الإفريقية أنا منشغل منشغل بخصوص طبعا موضوع القيادة في القرى بأكملها وأنا كقائد أنا لا أتحدث فقط عن كل طبعا القادة السياسيين أو الرؤساء أو القادة القادة الذين يعملون في القرى الإفريقية أنا أتحدث طبعا عن القادة على مستويات عديدة في القرى الإفريقية أنا أتحدث اليوم عن القادة في القطاع الخاص والقطاع العام أتحدث عن القادة الحكوميين وأتحدث عن القادة بصفة عامة قادة الفرق عن القادة العسكريين القادة السياسيين القادة الدينيين وأتحدث أيضا عن القادة بقطاع القيادة بأكمله طبعاً نعم لقد كان هناك قائد أو قائدين أو ثلاث قادة في بلد أو بلدين الذين لم يقوموا طبعاً بجهود جبارة من أجل التأقلم مع التغيرات التي حصلت في القارة الإفريقية ما نحتاج إليه أيها السادة وسيدات هو أن هو جماعة أو مجموعة من القادة الناجعين وأنا اليوم إنه لمن دواعي سروري أن أتدخل اليوم في مركز إفريقيا من أجل أن أتكلم عن هذا الموضوع المهم المهم الذي هو متعلق بالقادة الإفريقية هذه المبادرة هي مبادرة مهمة ويجب أن تشجع على مدى مستمر أيها السادة والسيدات كما ذكرت للتو هناك تحديات كبيرة وكثيرة في القارة الإفريقية ولكن لأحترم موضوع أو طبعاً هدف هذه الندوة ومعين النظر في القطاع الأمني وأن أركز على الأزمات التي سببتها الجائحة وأيضاً أن أركز على القادة على موضوع القيادة وسوف أتكلم أيضاً عن القيادة التكيفية التي هي مهمة في إطار هذه الجائحة هناك تحديات أمنية في القارة الإفريقية ونحن نعرفها وسببتها الجائحة أو فيروس كوفيد-19 ولكن لا يجب أن ننسى ونتنسى هذه الجائحة لأنها سياق مهم جداً في إطار هذا السياق الإفريقي الجائحة تسببت كثير من التغييرات الاقتصادية وسياسية وكثير منها ولقد تسبب في تصاعد طبعاً الاتجاهات والاهتمامات والانشغالات ودفعت طبعاً كثير من الدول الإفريقية أن تهتم بمجتمعاتها وأن تثير انتباه إلى هذه الجائحة فالجائحة عبر عوامل عديدة طبعاً تسببت في اتضربات أمنية وسياسية واجتماعية فمن المهم أن ننظر إلى كل العوامل التي لها اتجاهات أمنية طبعاً وليها لها اتجاهات أمنية حول هذه في هذا السياق الإفريقي فطبعاً اسمحوا لي أيها السادة وسادة أن أقول أنه في إطار هذه الجائحة من المهم أن نذكر كل الترقبات التي قمنا بها في إطار طبعاً هذا الوسط الجائحة الجائحة أو كوفيد 19 تسببت في تعطل كثير كثير من النمو من النمو وتسببت في كثير من العوائق طبعاً رحضنا أنه في إطار هذه الجائحة كانت هناك كثير من الاتضربات على مستويات متعددة فبسبب الجائحة لاحظنا أن هناك طبعاً كثير من التقلص في الناتج المحلية الإجمالي وكان هناك كثير من المشاكل تصاعد في طبعاً الفقر وهناك عبر القرى الإفريقية كانت هناك كثير من مسواء البطالة تفاقم وكانت هناك كثير من العوائق طبعاً بخصوص وحسب البنك النمو الأفريقي لاحظنا أن هناك كثير من المشاكل التي تسببت فيها الجائحة ولاحظنا أن الانتاج ناتج المحلي الإجمالي تأثر من الفيروس فهناك أيضاً تفاقمات على المدى الصغير على المدى القصير والمدى الطويل فمن المهم أن ننظر إلى العواقب التي سببتها الجائحة ولاحظنا أيضاً أن هناك كثير من المشاكل التي تلتها الفيروس وهناك طبعاً كثير من المشاكل طبعاً لاحظنا أن هناك طبعاً كثير من الأزمات المالية في إطار القرى الإفريقية بالنسبة لي وهناك تعطلات في كثير من البرنامج ولاحظنا أنه بسبب هذه الجائحة كانت هناك طبعاً عوائق كثيرة بعض البلدان هناك في كثير من هناك طبعاً هناك تصريفات أو مصاريف التي تأثرت من الجائحة فجاءة خلقت احتياج إلى فهناك كثير من المشاكل التي تسببت فيها فبسبب راحتنا أن هناك كثير من المصرفات التي كثير من الحكومة قامت بكثير من المساعدات في هذا مع أن الحكومات لديهم مشكالية في تسهيل حياة المواطنين فالعبين الغير حكوميين الذين يناشطون الاقتصاديات هناك دليل تقترح بأن أن بعض المنظمات رزم المساعدات حيث كان لديهم تأثير أو سيطرة عليها وفي بعض الحالات لهذا الحالات السيئة هي بقو حرام في ناجيريا لأنهم كانوا ناشطين في توفير المساعدات بشكل نقدي للناس في الشمال وشرق ناجيريا بمساعدة منهم لجذب قلوب المنتفعين لمساعداتهم هؤلاء الإرهابيين يحاولون أن يقوموا بلعب دور حكومة رسمية في منطقتهم بتوفيرهم لمساعدات المواطنين الذين لو لا هم لتركوا على حالهم هذه بالتأكيد لديها مردودات أمنية خطيرة الموضوع على مساواة فكوفيد أدت التأثير على قضايا الفقر في القارة فهناك التقديرات أن هناك حوالي 38 مليون شخص سينزلون إلى مستوى الحد الأدنى من الفقر ما بين سنة 2020 إلى 2021 فمن الموضوع الفقراء في أفريقيا ستصل إلى 463 مليون بالإجمال التي هي حوالي 63% من تعداد العام للقارة الأفريقية في 2021 الكلفة الإجمالية لرفع مستوى دخلهم إلى الحد الأدنى من الفقر ستكلف 7.8 مليار دولار في 2020 و24 مليار في 2021 اللامساواة الاقتصادي ستزداد على الأرجح وأكيد لديها تأثيرات مطولة على الثروة البشرية والتراكم والإنتاجية الاقتصادية في المستقبل الآن فأتحول إلى الأمن الغذائي الإغلاقات التي حصل من قبل بعض الحكومات بسبب الوباء الصحي كان لها تأثير كبير على الإنتاج الغذائي وما زال هذا التأثير موجود لنا في أفريقيا المزارعين الرئيسيين لم يتمكنوا من حصد المحاصيل والتي أثرت على الإنتاج الغذائي على مستوى عالمي الأسعار للأشياء الغذائية مثل الرز والقمح أيضاً ازدادت وبإمكانها أن تؤثر على البلدان الأفريقية في مجال الأمن الغذائي عدة بلدان أفريقية مستوردين لهذه المنتوجات بشكل كامل ومطلق لا في جدل بأن هذه الأوقات هي أوقات عصيبة وغير أكيدة وتفاقمة التحديات بسبب هذا الظروف الحالية فالفيل في الغرفة هي إنه كيف يمكن أن نستجيب تجاه هذه التحديات خاصة في ضوء التأثيرات الأمنية التي نجد أنفسنا فيها فوباء الكوفيد 19 أدت إلى إظهار الأزمة في القيادة الأفريقية والفجوة القيادية ما كان في أي حكمة في أفريقيا مستعدة لهذا الوباء فوفق ما حصل لحد الآن مثل آسيا وأوروبا وأمريكا مقارنة فيمكن أن يسامحوا في بعض الحالات فنعتقد أن مع كل التجارب الأفريقية فقادتنا لكانوا على الأرجح وجدوا بسبب ماضيهم العصيب لتعلموا من الدرس لكن مع الأسف لم يتعلموا شيء فهم ما زالوا يعانون ويتصارعون مع أن بقية العالم تتعلم من هذه التحديات وتتأقلم وتتكيف وتتقدم إلى الأمام أأمل أن هذا النوع من النقاش والتجمع الفكري ستساعد على كي يتقدموا إلى الأمام دعني أشاطركم بعض الخبرات الشخصية التي تظهر كيف يمكن للقيادة أن تفعل وتخلق الفرق أمام تحديات فريدة فدعوني أبدأ ببيع أنا حيث عندما خرجت من السجن وانتخبت لمنصبي وتغليت إدارة شؤون الدولة النيجيرية في 1999 قبل أن تم الإفراج عني من السجن الرجل الذي وضعني في السجن الجنرال أباتيا كان يخطط كي يستمر في الحكم لنفسه وأي صوت معارض له أسكت وعندما فجأة مات توفى وأنا خرجت وتم الإفراج عني والإحساس في نيجيريا كان أن البلد لن تكون قادرة على الإضرار التي أدى بها أباتيا وعندما كنت أتحدى النتاج الانتخابية أتوا إلي وقالوا أنك ستكون أنت آخر رئيس لنيجيريا لأن بعد بعدك لن يكون في نيجيريا هذه كانت يعني يعني رداءة الأوضاع والتشاؤم في وقتها في نيجيريا وبالطبع وانا اكتشفت أن الوضع كان سيء وكان لنا انتخابات وحزبي فازوا حوالي ب63 من الأصوات وأصبحت الرئيس اكتشفت أن كل السياسيين الذين كانوا يمارسون المهنة منذ 15 عام بأن الجيش هم الذين في الحكم وكان من الضروري أن كلنا نحاول أن نتكاتف فقلت لحزبي بأنني أريد أن يكون في حكومة وطنية وحزبي قال كلا الحزب انتصر وولد حصلنا على 63% من الأصوات فما حاجة لنا أن نكون حكومة وطنية ائتلافية فأنا شرحت لهم بأن هذا بصراحة وقت خاص وفريد وفترة غير أكيدة في ظروفنا وصدمة التي دخلت إليها البلد مع أباتيا ثم بالطبع الدستور أيضا تفرض بأن يكون في أن يكون في تمثيلية من كل ولاية والذين 63 ولاية وحزبي قالوا يمكن أن يكون لديهم حكومة وطنية ائتلافية لكن كل الحزب كل الحزب يجب لديه وزير معين في الحكومة تنفيذية فكان علينا أن يكون لدينا 36 وزير من الولايات وإذا أردت أن أخذ أي شخص آخر فعلي أن أختار أكثر من وزير واحد بالتشكيل الأخير فأدى إلى تكوين 49 وزير وهذا أعطاني نسبة من الاحترام التمثيدي ما بين الفئات المختلفة المتعددة لأن بسبب الظروف والتوترات الآتية من الأحزاب الأخرى كان فيها ضغط وتضائلة الضغط وكان هذا كانت ستؤذي وكان من الصعب جلب الاستقرار إلى البلد لو لا هذه العملية إذا أردنا التقدم هذا أولا ثاني شيء أردت أن أفعله هي مشكلة حتى في تلك الوقت كان هناك في منطقة الدلتا النهري الشباب كانوا مستفزين وغير مرتاحين فماذا كان علينا أن نفعله فحاولت أن أبعث بمبعوثية للالتقاء بهم في مناطقهم المختلفة في تلك المنطقة لكن لم يرضوا الشباب في تلك المنطقة فالتقيت بهم دعوتهم وحوالي أربعين منهم أتوا أعطيتهم الفرصة للمجيء ووعدتهم بأن لا يلقى الخفض عليهم وسيكون أحرار بالالتقاء بي ولمناقشة والرجوع إلى ديارهم واستغلوها واسبدأت أسألهم عندما اجتمعت بيهم ما كان مشكلتكم وواحد منهم قال سيدي عندما كنت الرئيس العسكري للدولة أدخلت التعليم الإلزامي المجاني لهذا كان من الممكن أن أذهب إلى المدرسة لو لاها لما كنت قادر على الذهاب إلى المدرسة ذهبت إلى الابتدائية ثم ذهبت إلى المتوسطة ثم في المتوسطة كان دي درجات جيدة ونجحت وذهبت منها وأمنت المسار إلى الجامعة وقلت لنفسي كوني إني أتيت من منطقة نفطية سأدرس الكيمياء الهندسي النفطي وبعد ثلاث سنوات بعد تخرجي من الجامعة لم أحصل على وظيفة لحد الآن فماذا تتوقع مني أن أفعله وأنت الآن تتحدث عن التقدم فماذا أفعل أنا فأنا هزيت رأسي وقلت أفهمك ومنها بدأنا ببرنامج على التعامل والعلاج والبيئة والتوظيف في القطاع الخاص في في منطقة الدلتا لبلدنا ضمن واتينا بتجهيزات عسكرية ومستلزمات عن طريق الجيش والميليشيات المحلية وساعد هذا على تقليل واستيعاب الكثير من التأججات في تلك المنطقة في المنطقة هناك تفاصيل أخرى لن أذكر كلها طبعا لكن على هذا علي أن أرجع بالكلمة إلى رئيس الجلسة لكي نبدأ بالجانب التفاعلي من الجلسة شكرا جزيلا لإصغائكم شكرا سيادة السمو لهذه الكلمات الإلهامية والصريحة عن كافة التحديات من قبل كوفيد ليس فقط القارة الأفريقية وأيضا الناس الآخرين لكن خاصة في أفريقيا فنحن قلقين لوضعكم وأيضا إشكالية الاحتياجات التي أنتم تعانون منها وهذا يتطلب القيادة طبعا مثل ما قلت على مستوية كثيرة لكي تكونوا قادرين على الاستجابة والتأقلم حتى مع الأشياء التي لا يمكن أن نراها ويمكن أن نتوقع بعض بعض التحديات لكن أكيد هناك الزملاء تعانون لك موقع هناك قائمة بالدروس المتعلمة من الهند على موقع ناستجدونها لو زرت الموقع فلدينا قيادين متكيفين يتأقلمون مع الوضع فهذه أحد الآليات التي طورناها ولكن حضرتك تذكرت بعض الأشياء الأخرى من خبرتك في الماضي وهذا ما كنا نأمل أن نسمعها منك بهذا أحاول الكلمة إلى ميشيل كي تبدأ بالجلسة وكي تساعدنا على فتح النقاش حول بعض التجارب سيد الرئيس باسنجو وأمثلة منها كيفية التوقع والتخطيط البسبق وكيفية مخاطبة المشاكل الآنية والتحديات وكيف يتحلها والتأقلم والتكيف وكيف أن يكون الإنسان مسؤولا وأن يأخذ المسؤولية على عاتقهم للوصول إلى جذور المشكلة تفضلي سيدة ميشيل شكرا كيت مساء الخير للجميع الكافة الموجودين في إفريقيا للرئيس أباسنجو تحية دائما إنه فرصة جميلة كي ننخرط معك في نقاش حول القيادة وكشخص لديه وجهات نظر قوية حول القيادة والخدمة والأمثلة التي أعطيتها إلينا بالذات حول القيادة التي أظهرتها على مستوى وطني لربما أود أن أعود إلى المثالين التي أعطيتها أولها التي هي المشاطرة ومشاركة السلطة والاتفاقية التي أبقت على البلد على الوحدتها في ظروف خاصة وتحديات خاصة وفي وقت فيها يعني غموض في الظروف والثاني حول مشكلة الدلتا الشباب وتأججهم والتي أحدثت الحلول وهذه مثالين جيدين على مستوى وطني لكن التي تعطينا أمل فإذا كان ألينا أن نعود وأن تعطي رسالة إلى المجتمع المستمعي اليوم الذين هم كلهم قياديين بطريقة أو بآخر على مستويات مختلفة هل ما هي استراتيجيات التي نجحت لك التي يمكنك أن تشاطرها إياهم وكيف تعرف الصفات القيادية أو صفاتك الخاصة أو أشياء التي ساعدتك على الوصول إلى تلك القرارات في وقتها شكرا جزيلا السيدة ميشيل أنا أنا سعيد سعيد لكوني أراك أرا أنك ترين أهمية المثالين الذين زوتهما للتو أو أعطيتهما للتو بهذين المثالين يمكنني أن نقول أننا يمكننا أن نرى أن هناك أن هناك صعوبات أساسية أو مشاكل طبعا أساسية في إفريقيا وهي مرتبطة بالتنوع فالمشكلة في كثير من البلدان الإفريقية هي مرتبطة بمسألة القيادة وأن مسألة القيادة أو موضوع القيادة غير مقدر فأن طبعا التنوع هي مسألة إلهية مسألة طبيعية فهناك أيضا لدينا مسؤوليات كبيرة كقادة كقادة على رأس الدول وعلى طبعا كثير من المساوية بالنسبة لي وفي اعتقادي أظن أن هذا طبعا هناك طبعا كثير من المشاكل في إفريقيا خاصة على المستوى السياسي أرى أن هناك عقبات فليس هناك بلد إفريقي لا طبعا لا يتوفر ليس هناك بلد إفريقي بين كل الدول الأفريقية التي لا يتوفر على التنوع هناك تنوع ثقافي هناك تنوع قبلي هناك تنوع ديني هناك التنوع هو السمة أساسية في البلدان الإفريقية ويجب أن يكون تكون هناك إدارة ناجعة لهذا التنوع التنوع الموجود في القار الأفريقية في حقيقة الأمر يجب في بعض الأحيان لا ينظر إلى هذا التنوع كغنى غنى ثقافي وفي بعض الأحيان نضعه على الجانب أو لا نهتم أو لا ننظر إليه أو في بعض الأحيان نحس بمسألة التهميش أو نحس بالتهميش وهنا عندما يكون لدينا هذا الإحساس فهناك صعوبات تطفع إلى السطح فبالإضافة إلى ذلك أود أن أقول أن كل السياسين كل الأحساب السياسية يجب أن ينظروا إلى هذه الحقبة أو هذا الزمن كزمن ديمقراطي جديد زمن جديد وطبعا خلال خدمتي أو خدمتي أو الثالث على المساوى الثالث أو التولي للمنصب أو الولايات الثالثة فالرئاسية الثالثة فانتبهت إلى كل هذه العوامل سيدة ميشيل المشكلة الذي أراه والذي أراه أمامي هو أن طبعا كثير هناك مشاكل في البلد وما نراه في هذه الحقبة أو في هذا الزمن هو مرتبط بعدم مسألة إساءة القيادة أو عدم إدارة أو إساءة إدارة لكثير من المسائل الأساسية وإن أخص بالذكر هنا التنوع التنوع الثقافي التنوع في كثير من السياقات أود أن أدفع الكثير وأشجع الكل للنظر إلى مسألة التنوع هذه لأنها مسألة أساسية فهذا هو منظوري الخاص لأجيب على السؤال شكرا أشكرك سعادة السي لقد تكلمت عن إدارة التنوع الذي يعتبر كطبعا موضوع أساسي وكدرس أساسي الذي يجب أن نقوم بتغذيته وكثير من المشاركين الذين يستمعون إليك سعادة السفير يفهمون معنى ذلك فلنستمر بالتركيز على المستوى الوطني فهناك مثال خاص الذي هو عزيز عليه ولقد تكلمنا عن هذا طبعا الموضوع وموضوع يتعلق بعدم الإضراب مثلا في نيجيريا فهل يمكننا أن نسألك هذا السؤال كيف قمت بأخذ طبعا أخذ القرار القرار الذي دفعك بقيام نقطة تحول في البلد هل يمكنك أن تشاركنا على المستوى الوطني كيف قمت بهذا طبعا التغيير وهذا القرار ربما قد نفهم أكثر تاريخ نيجيريا وأن نفهم وضعك سيد سعادة السفير كقائد قائد بارز في أسياق الإفريقي شكرا جزيلا سيدة سيدة ميشيل لهذه المداخلة طبعا هذا سؤال وهذا موضوع صعب فعندما خرجت من السجن وعندما خطرت وانتخبت كرئيس لدولة نيجيريا فطبعا كانت هناك كثير من صعوبات والمشاكل فكانت هناك صعوبات كثيرة في هذا الوقت الكاميرون دولة الكاميرون طبعا في هذا الوقت كانت فآن ذاك تمر أيضا من وقت عصيب أيضا فنيجيريا طبعا أخذت المبادرة للدفاع عن هذه عن حركة وقبل انتخابي وقبل طبعا أن أتقدم بتولي منصبي فكانت كان هناك وضع خاص في فهنا كانت مؤشرات أساسية كان يجب أخذ بعين الاعتبار فكثير من المحاميين قالوا للسياسيين أن هناك كثير من القوانين التي يجب أن تتغير وأن هناك كان يجب أن تكون هناك تغييرات كان هناك تصريحات أيضا سياسية خاصة في آنذاك وكثير من الأشياء التي يجب أن ينظر إليها ففي وسط كل هذه في طبعا في إطار طبعا هذه الأوضاع السكرتير الأمم المتحدة رأى المشاكل المتواجدة آنذاك وطبعا دعاني إلى طبعا دعاني من أجل أن أقوم بمحادثات طبعا كان هناك مدخلات كان يجب أن أقوم بها وخلال في خلال الوضعين حاولت أن أقوم بهذه المدخلة وأدركت آنذاك أن أنه أن النتائج أنه كانت هناك نتائج ومتفاعلات وطبعا كنت أفكر أكثر آنذاك بالنتائج فخلاصة القول هو أننا كان يجب أن نتفاهم أو يجب أن نتفاهم على النتائج وكيفما كانت النتائج يجب أن نقوم بأخذ مواقف بعد ذلك مرة أخرى قمنا بجهود بجهود في تصريحاتنا من أجل أن طبعا أن نستمر وأن نقوم بخطوات إلى الأمان فطبعا التصريحات المحكمة هي أنه طبعا كل الأمور يجب أن ترجع إلى الكاميرو فعلى هذا المستوى كان هناك وضع معين يجب إدارته فكثير من النجيريين قالوا توقفوا وقالوا انظر يجب أن نتأكد من أننا طبعا يجب أن ندير الأمر أو أن نقوم بإدارة الأمر على مستوى معين فأنا في حقيقة الأمر لم أحس أن الأمور كانت يجب أن تكون كذا أو هكذا ولكن يجب كان يجب لاحظت أنه كان لا يجب أن نسمح بالكاميرون بالقموم بهذه المواقف وأن الأمور كان يجب أن تحل سياسيا فلم أكن أتفق 100% مع الوضع فلم نقم هذا فلم نسمح آنذاك أن نقوم بطبعا حلول الأمر فالأمر أنا في رأيي كان يجب أن يحل على المستوى السياسي وفي حقيقة الأمر بكل صراحة أود أن أقول أنه عفوا الإتصال إن قطع عفوا نستسمح الإتصال قطع الصوت غير مسموع السيد السيد لا نستطيع أسمعك هل هل تسمعونني هل الصوت واضح نعم الصوت أوضح في إطار التصريح وكما الأمور كان يجب أن ترجع إلى الكاميرون فما قمت به آنذاك هو أنني لتكلمت لتكلمت مع الرئيس موردية وقلت له أنظر لقد ربح سيدي لقد طبعا ربحتم طريقة تشريعية الأمور واضحة ولكن لنعمل معا من أجل أن تربح على المستوى السياسي فقال ماذا تعني بذلك سيدي فقلت يجب أن نحسس النجيريين على أنهم نجيريين على أن لهم هوية نجيرية فإذا قلت لهم أن هناك مشاكل أو هناك صعوبات الأمور سوف تكون صعبة أتركني أو دعني أتجي إليهم ودعني أو خاطبهم فأعطيني سنتين سنتين لكي أقوم بحل الأمور وأن أقوم بإعادة النظر للتصريح إلى التصريح وأن طبعا أنظر إلى الأمور فأعطيني سنتين وسوف أقوم بحل الأمور ومخاطبة النجيريين فهو كان نظر إلي وقال هل هذا صحيح فقلت له طبعا طبعا فأخذت سنتين وخاطبت فيها النجيريين تكلمت مع الشعب النجيري وطبعا فالحكومة صرحت أن الكاميرون أن طبعا الأمور تنتمي إلى الكاميرون فإذا أردتم الخروج من الكاميرون فيجب أن سوف نخلق لكم فضاء في نجيريا وإذا اخترتم أن تبقوا في الكاميرون سوف تصبحون كمواطنين نجيريين يعيشون على أرض الكاميرون وكان هناك عدد مليونين من طبعا المليونين من النجيريين الذين يعيشون في الكاميرون فسوف تكون هناك طبعا ألف وألف الذين سوف يضافون إلى هذا العدد فطبعا أنتم لا تريدون العيش في الكاميرون تودون الرجوع إلى الأرض النيجيرية فطبعا شغلت وعملت مع الكاميرون وكان يجب أن نتكلم عن ما يجب فعله وما لا يجب فعله فكانت هناك مفاوضات ومناقشات مع الطرف الآخر هذا ما قمنا به بخلاصة الأمر والتقينا في الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا كانت هناك معاهدة اتفاق الذي وصلنا إليه والذي وصل إلى خلاصة أن الأمور طبعا كان الأمور صفيت عبر لجنة وكان هناك أيضا طبعا محكمة طبعا دولية التي تقابلنا فيها والكاميرون قامت بالتصريح بالتصريح أعتقد أنه كان يجب أن ينظر إليه بعين الاعتبار فموقفنا كان واضح خلال المحكمة الدولية وطبعا تصرفنا في إطار هذه المحكمة كشخص أشخاص الذين يعتقدون أن هناك دولة أو سيادة القانون وأن هناك موقف يجب أخذه بعين الاعتبار شكرا جزيلا أيها الرئيس شكرا جزيلا لقد كان هذا درس قيادة ممناجعة فاسمحوا لي أيها السادة والسيدة سوف أقوم أنظر إلى القطاع القاري فأنت طبعا شغلت على مسوى الاتحاد الافريقي وكانت لك طبعا مناصب مهمة جدا لقد تكلمت عن القيادة وقلت أن هناك القيادة هي لها دور أساسي وفي زمن لقد عملتم في زمن وشغلتم في زمن كان متميز بتغييرات وفي اضطرابات خلال منصبك في الاتحاد الافريقي فهل فهل كانت لديك طبعا جمع مهمة أو مثلا كانت هناك هل كنت مدعم من طرف هؤلاء القادة الشباب وهل كنت تعتقد أن طبعا كانت هناك قادة كان هناك قادة يجب أن يتأقلم مع تغييرات بشكل أحسن ونحن نود أن نستمع إلى رأيك في هذا الموضوع شكرا سيدة ميشيل فما حصل فعندما تتكلمون عن الكثلة الحيوية فإننا نتكلم عن موضوع مهم فما حصل آنذاك سيدتي هو أن القادة في آنذاك كان طبعا لهم تأثير تأثير بارز في طبعا على كثير من المنصات وكان في زمن معين فما حصل هو هو إلى مدى معين هو أن نيجيريا كانت لها دعوني أعبر عن الأمور بهذه الطريقة طبعا كانت لها نفوذ وتأثير في طبعا أقول إفريقيا الغربية فإفريقيا الجنوبية طبعا كانت لها تأثير على مستوى الشمال والجنوب أنا أتكلم عن تلك الحقبة أو ذلك الزمن وبعد ذلك كانت هناك طبعا نيجيريا نيجيريا كانت في موضع لها موقف في موقف معين ف نيجيريا أنا داك في إفريقيا الغربية إفريقيا الجنوبية وإفريقيا الغربية كانت لديها إرادة إرادة فما قمنا به آنذاك هو أن نحن الثلاث نيجيريا إفريقيا الجنوبية أو جنوب إفريقيا وطبعا جزائر قررنا أن تكون هناك لدينا كثلة حيوية في شمال إفريقيا طبعا في بعض المناطق فاتصلنا وحاولنا بالرئيس سيد مبارك حسني مبارك وفي إفريقيا الغربية قررنا وقلنا نعم فطبعا جزائر لديها كثير من طبعا التأثيرات ولكن لا يجب أن ننسى أو نتناسى بأن طبعا نحن نتكلم عن بلد فرنكوفونيا أو فرنسي فالإتجاب في إفريقيا الغربية أيضا اتصلنا بتنزانيا بكينيا أيضا والآن آنذاك فحصلنا على ما كنا سميناه كثلة حيوية طبعا سينيغال نيجيريا وطبعا الجزائر والمصر وأيضا تنزانيا وكينيا فلم نستطيع التحرك ولكن كان يجب أن نقوم بقرارات إلى بوتوانيا وموزنبيق ونميبيا وفي غرب أفريقيا فنيجيريا والسينيغال ستمد يدها إلى كل البلدان الأفريقية الغربية وبالنسبة لشمال أفريقيا والمغرب وسنترك الأمر إلى مصر والجزائر وبهذه الطريقة بنينا العدد الكافي العدد الكافي للقيام بكل ما عملناها وكان لدينا اتفاقية قانون مع بيننا إنه إذا نارجيريا أرادت شيء في المحفل الدولي فما في داعي أو ما في سبب كي لا الجزائر أو مصر أو جنب أفريقيا أن يتنافسوا معهم فعلى سبيل المثال الوقت التي فيها جنب أفريقيا تنافست من أجل الحصول على كرة القدم شرف الحصول على استضافتها فوزير الرياضة النيجيري ذهب إلى نفس الجلسة وقال إنه نيجيريا أيضا يرغب فيها ولا أحد رد بكل جدية على الموضوع وجنب أفريقيا كان لديهم أيضا الرقبة وهم تنافسوا عليها وثم قالوا أنه نيجيريا ليست واعتذروا حتى الرئيس بيكي فقلت كلا أن وزيرنا لم يبعث أنتم أردتم ذلك المباريات فلكم الفرصة ونجحت بصراحة شكرا سيد الرئيس ربما تأخرنا قليلا في الوقت بهذه الأمثلة الممتازة وموضوع العدد الكافي وتجميع التكاتفات والقيادة المتميزة هل يمكن اليوم يعني في وقتها كانت الموضوع حول النقلة النوعية في الاقتصاد في أفريقيا هل يمكن أن نرغب في الحصول على تلك العدد الكافي من التكاتف في قضايا الأمن في القارة فما استعملتموها في وقتها للعمل مع بعضكم البعض وأن تستعينوا بالقيادة كونها كانت مهمة في تلك المرحلة هل يمكن أن نستمد من تلك التجربة وأن نستعين بنفس الأسلوب لحل أو تطلق إلى كافة هذه المشاكل الأمنية التي تواجه القرار الأفريقية ميشيل نعم لم يتغير شيء عدى الأشخاص والشخصيات ما في سبب اليوم إنه جنوب أفريقيا ونيجيريا والسنغال وجزائر ومصر والمغرب أيضا وكينيا ما في سبب كي لا يعملوا مع بعضهم البعض ما في سبب كي لا يعملوا وكان نفس الشيء في وقتها عندما ننظر إلى عندما ننظر إلى بلدنا نحن لا نعمل بحاويات معزولة عن بعضنا البعض وإي شيء يجب القيام به ننظر إلى الاحتياجات البدان الأخرى مثلا أنا قلت لجنوب أفريقيا تحتاج إلى نفط فمن حكومة إلى حكومة لدينا مئة ألف سرع أحطيكم مئة ألف برميل يوميا من حكومة إلى حكومة وما في سبب كلا تمنعنا من ذلك اليوم بدل أن نقول لهم إجابة أخرى فهذا ساعد ذلك الوقت وهذا سيساعد الآن أيضا فاليوم لدينا وباء الكوفيد ما هي البلدان القادرة على إنتاج التطعيم أو اللقاح لماذا لا يمكننا أن نجعل تلك البلدان على القيام بإنتاجها لنا لبلداننا وما فعلناها في تلك الأيام يمكن أن نقوم بنفس الشيء اليوم في القضايا الأمن مثلا كان لدينا بوقو حرام كمجموعة على الساحة وتطلب الأمر وقت قبل أن تقوم البلدان حوض الشاد ناجيريا وكاميرون وشاد والنيجير ويمكن ويمكن أن نوسع تلك الأقليم كين ضغم بركين فاسو وبلدان أخرى لأنه عندما تتعامل مع الإرهابيين وتعمل فقط ضمن حدود بلدك وهذه عبارة عن مجموعات إرهابية لا تعترف بالحدود فكيف ستتعمل معهم يضربون ناجيريا ويذهبون إلى الكاميرون يضربون الكاميرون ويذهبون إلى ناجير عليك أن تتعاون وما في سبب تمنعك من عدم التعاون وأن لا يكون في عمل تضامني مثلا عندما كان لدينا مشكلة الدارفور دخلت ناجيريا وذهب عن طريق رواندا وكنا هناك على الساحة قبل أن تصل الأمم المتحدة ودخلت إلى الساحة ونحن عملنا شيء فريسي وقتها حيث الأمم المتحدة أصبحت هي الهيئة الداعمة للقوات الأفريقية قبل أن تكون قوة الأمم المتحدة لأن الاتحاد الأفريقي هي التي وصلت إلى الساحة قبل ثم عملنا نفس الشيء في ليبيريا في سيراليون أنا أؤمن بأنه في أي مجال أمني نتحدث عنه لما زرت البلدان الثلاث الذين أصيبوا بإيبولا في وقتها الرئيس كورونا قال في وقتها نحن إنه في فريتاون 150 شخص ماتوا في ليلة أمس فكيف حصل هذا مثلا كالصدمة وعندما ليبيريا وسيراليون وغيني بدأوا يشاطرون المعلومات بسرعة ويعملون بتعاون مع بعضهم البعض ويديرون حدودهم ويتعاملون مع المشكلة وفي هذه الأوقات السؤال هنا ماذا يفعل القيادة كل واحد في بلده في الدولة وفي الإقليم وفي القارة شكرا شكرا سيد الرئيس أود أن الكلمة إلى سيد كايت نحن تأخرنا قليلا في التوقيت لكن سيد الرئيس إذا كان عليك في ثلاث كلمات ماذا تتركنا به كدرس في ثلاث كلمات كدرس نأخذها منك لآذان المشاركين اليوم كي يأخذوها منك ثلاث كلمات ستكون أعمل فلنجعل أفريقيا تعمل مع بعضها البعض على أفريقيا أن تعمل مع بعضها البعض فهذا نصيحتي شكرا شكرا سيد الرئيس جميل جدا وراي ودائما ودائما فرصة سعيدة وشرف كبيرك نعمل معك ونعرف نحن نعرف مدى ولاحك وشاغفك بهذا الموضوع واهتمامك بها وأسلم الكلمة إلى كيت لإنهاء الكلمات الأخيرة شكرا جزيلا للجميع وجميل أن أتحدث إليكم مرة أخرى شكرا سيدي وشكرا ميشيل يسرنا أن نستفيد من الحوار والنقاش والتاريخ الطويل التي أنتم لديكم في عملكم وأبعضكم البعض لدينا زملاء كثيرين لديهم رغبة في طرح الأسئلة والسيد الرئيس أنا سمعتك تقول عبر الأمثلة التي ذكرتها أن القيادة شيء مقصود وعلينا أن نبني وأن نربي القيادة وهذا بتشمل تشخيص وتقوية المصالح المشتركة على القارة على مستوى وطني على بعض الأمثلة التي أعطيتها في البداية في داخل نيجيريا وهذا درس مهم طبعا وسنأخذ هذه الأمثلة معنا طبعا ونرغب أن نشجع الجميع على أن يبحثوا على كيفية إيجاد السبل لتربية هذه الصفات والخصائص لا يمكن أن نعرف التحديات التي تتواجهنا عادة في هذه الحالة سندعو الزملاء بالأضافة إلى الأسئلة الأخرى الآتية إلى القناة بإمكانكم أن ترفعوا يدكم والبعض من الزملاء يمكنهم أن يفتحوا الميكروفونات وسنطرح المجال للأسئلة ونبدأ بكابا هذا ما أراه على قائمة المشاركين تفضل وقدم نفسك للرئيس باسنجو وأترح السؤال أنا رئيس السابق لأنماء أحد العالمي لحقوق الإنسان في غيني أنا حاليا الرئيس أصبت حقوق الإنسان والديمقراطية في أفريقيا قبل طرحي لسؤالي الرئيسي أود أن أسأل السيادة الرئيس عندما عندما تنظر إلى الماضي ما هي نقاط الندم على ماذا ندمت مثلا ما لم تفعله في الماضي وخاصة وفق الأهداف لو قارنتها بالأوضاع الحالية سؤالي حول غيني سيدي قلت على الفارق أن يعمل مع بعض من البعض ولكن حاليا في غيني أن غيني بسبب الظروف الأمنية تغلق حدودها مع بعض من بلدان المنجاورة سيد الرئيس نيجيريا لديها الكثير من النفوذ والتأثير في المنطق ولديك خبرة طويلة في موضوع التعاون التعاون الدولي خاصة في ضمن الدول الأفريقية ماذا تقترح أنت لحل المشكلة بأسرع طريقة ممكنة وأحب أن أسمع رأيك حول الظروف الحالية في مالي لو استعانوا بمشاورتك أنت ونحن معجبين بشخصيتك جدا سيدي ونحب النصب عنك لو كنت أنت الناصح والمستشار لهذا الموضوع ما نصيحتك أنت بالنسبة للظروف الحالية ليس فقط بالنسبة للجيش المالي وإنما السلطات في إكواس مثل سلطات مثل إكواس ما رأيك عنها بالنسبة للأسئلة التي ترحتها فلو أجاوب على موضوع كابا حاليا أولا قلت ما هي نقاط الندم في ماضي سيرتي صديق عزيز في الماضي طبيبي في لندن عندما كان يحتفل بعيد ميلادي الخامس والستين عنده كنت أنا في أربعيناتي ذهبنا إلى العشاء وكنا ننتظر للدخول المطعم كي نحتفل بالحفلة سألته نفس السؤال ما هي نقاط الندم في حياتك فتأمل للحظة وقال فقط تندم على الأشياء التي لم تفعلها والآن الوقت متأخر للقيام بها فما عندي نقاط ندم لأنه لا جدنا لك شيء لم أفعله لحد الآن والتي تأخرت عنها لحسن الحظ إذا هذا ما سميناها بالندم فما عندي ندم إذا كان هذا هي المنظور لأنه ما في شيء كان لي الفرصة وكان أمامي لم أفعله الآن بالنسبة لي إنه لو أنا نجحت أم لا هذا السؤال آخر لكن بالنسبة للفرص وكونها أمامي وقيامي بها فما في لدي ندم مقارنة بالأشياء التي هي المفاهيم ما كان عليك أن تفعلها ولا تفعلها فات الأوان وأيضا سألتني على موضوع التعاون أنا أؤمن بقوة وهذا دائما أذكر موضوع التعاون عادة بمفردنا نحن ضعفاء مع بعضنا نحن أقوياء وكل ما فعلناه في أفريقيا هي النقطة إنه عادة لا نعمل مع بعضنا البعض بقدر ما يجب أن نعمل مع بعضنا البعض فلو أخذنا الوضع الحالي في مالي ما كان يحصل في مالي أنا كنت أتابع وكنت أرى أعفو كنت أقول لنفسي أأمل إن مالي لن ستدخل إلى هاوية الإنقلابات العسكرية كنت أأمل أن لا تحصل هذا وكما تعلمون بسبب الطريقة التي الاتحاد الأفريقي عملت عملت مع الوضع الحالي في إزالتهم للحكومات وإجلب الحكومات بالطريقة غير ديمقراطية بالطريقة غير دستورية خاصة عندما يعني فالذين هذه الحالة في زنبابوي فتزيل الجيش القيادة وتأتي بقيادة أخرى وتصبح الجيش يوم الرقم الثنين في البلد فما يحصل إنه فيصبح تأثير الجيش أقوى من المدني أعتقد إنه علينا أن نقوم بعادة تعريف ما نسميها بالانقلاب العسكري لا أعرف بصراحة لكن على الاتحاد الأفريقي أن تكون واضحا ما هو مقبول وما هو غير مقبول وعندما تعلن بوضوح ما تقبله ولا تقبله في أي بلد تذهب ضد مشيئة الاتحاد فلن تكون مقبولة ففي هذا بكل ما في الأمر من بساطة ويمكنها أن تأخذ الدولة مسارها الذاتي لكن عليها أن تفهم بأنها غير مقبولة ما فعلته تلك البلد فهذا نصيحتي الشخصية فإذا أردت النصيحة العامة فعندما كنت رئيس نيجيريا في الرواد الجيش الذين قاموا بالعملية سموها انقلاب والرئيس كان معي في نيجيريا وكنا نجتمع مع بعضنا البعض وتصل بي وقال يعني هناك انقلاب في بلده فقلت له قال هناك انقلاب في بلد ماذا تعني فهذا يعني أنه لن تستطيع أن تحضر إلى الاجتماع وأن الأمور معقدة فقلت أنا أنت رئيس البلد فيجب أن تحضر الاجتماع فحضرنا الاجتماع وبعد الاجتماع قلت له سوف أخذك إلى بلدك وارجع فقال كيف ذلك قلت أنه لقد أتيت إلى هناك رئيس بلد ولقد طبعا كنت حاضر فسوف نرجعك فطبعا أرجعنا وقلت أنا ذاك أسأل الرئيس بونغو أنت هنا في إفريقيا المركزية في فيجب أن تقول لهم يجب أن تخبرهم أنني سوف أعيد الرئيس فهكذا قمت بالأمور أرجعت الرئيس وقلت طبعا هكذا سوف تكون الأمور فالأمور حصلت هكذا وأنا سوف سأنا أيضا عسكري وسوف نرجعك أنت رئيس البلد وهكذا أنا طبعا أنت لقد دربت من أجل التأقلم مع السياق وهكذا سوف تكون الأمور هذه هي مداخلة بالنسبة لي هذا الموضوع سيدة كذا فالاتحاد الإفريقي يأخذ قرار وهو الذي يقول ما يجب قبوله وما لا يجب قبوله ولكن أنا أعرف أنه اليوم وما في الدوائر هكذا في هذا في طبعا هذا السياق وفي سياق الاتحاد الإفريقي فهناك طبعا قرارات قرارات التي تقوم ببعض الشؤون في هذه السياقات سيد الرئيس إنه طبعا تصريح تصريح أساسي من طبعا الاتحاد الإفريقي وحسب الوثائق وأنت طبعا أنت بطل البطل في القرى الإفريقية ونحن طبعا نحتاج ربما إلى كثلة حوية أكثر كثلة حوية من أجل أن ننضم ننضم إلى طبعا مداخلتك ومبادراتك للدفاع وفي إطار طبعا حكومة ديمقراطية أنت تمثل الشعب وتمثل الكثلة الحيوية شكرا جزيلا لدي كثير من الأسئلة سوف أدعو السيد شارل ماموني لطبعا أن يقوم بتقديم نفسه وطرح السؤال شكرا جزيلا شكرا جزيلا أيها السيد الرئيس أنا السيد شارل ماموني وأنا أستاذ جامعي في لفال في كندا في جامعة لفال في كندا وأنا واحد من طبعا طبعا واحد من من الحاضرين أو تقم في في طبعا الندوة ندوة الندوة التي تقودها وأنا طبعا إنه لمن دواعي وشرا في أن أكون حاضر هنا وأشكرك جزيلا شكرا لهذه الفرصة لقد ذكرت أن القيادة يجب أن تقاس على عديد من المستويات وعلى جوانب الجماعية كثيرة فلا يمكنك أن لا يمكننا أن نصبح قائد هكذا فنحن طبعا هناك حكومة تمتيلية في إفريقيا وكيف يمكننا أن نتأكد أنه في السياق الإفريقي كل القادة هم مزودين بالمؤهلات الأساسية من أجل القيام أو من أجل القيادة فكيف يمكننا التأكد من ذلك وكيف يمكننا لأنني أرى أن هذا يعني مسار تعلمي على المدى الطويل فكيف يمكننا أن نتأكد من هذا الأشياء شكرا جزيلا السيدة شارل أنا سعيد أنك منتوج لمنتدى القيادة وأنك تشترك تشارك في هذا المنتدى وأنك سيدي طبعا تستمر في حضورك وتعلم من هذا المنتدى أنا أعتقد أن الحياة في مجملها الحياة طبعا في مجملها من المهدي إلى اللحد هي طبعا مسار تعلمي هي مدرسة مدرسة من المهدي إلى اللحد وهي طبعا ونحن نتكلم أيضا عن مسألة القيادة ففي حقيقة الأمر سوف طبعا يكون هناك أناس وأشخاص تتفاعلون تتفعل معهم تتفق معهم خلال هذا المسار وسوف طبعا يكون هناك أشخاص تتفاعل معهم لديهم تجربة غنية تستفيد منهم ولكن ولكن على المستوى السياسي أخص بالذكر هنا المستوى السياسي إنه مسار صعب جدا خاصة في السياق الإفريقي ترى سيدي أنه في البلدان الأخرى مثلا على سبيل المثال المملكة المتحدة التي نتحدث عنها فقبل أن تصبح هناك طبعا قائد سياسي هناك مسارات أو هناك أشواط يجب قطعها يجب أن تحضر مثلا مدرسة عامة وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تحضر طبعا أن تحضر طبعا جامعة أو جامعة مؤسسة جامعية معينة فهناك طبعا يجب أن يكون أن تكون يجب أن أن تكون على دراية ببعض المسائل فعندما تصبح مثلا في هذا السياق عدما تنتمي إلى حزب معين أو في هذا السياق على المستوى المحلي فطبعا على مستوى مثلا السياسي أو على طبعا تقطع أو تقطع الطريق على مستوى مثلا فطبعا هناك طبعا أشواط تقطعها من أجل أن تصل إلى بعض المستويات فكلها أشواط يجب أن تقطعها وهناك أيضا قبل أن تصل مثلا إلى المملكة أو إلى مثلا بعض الأشواط ففي الولايات المتحدة مثلا في آخر في آخر المطاف فكما قلت يجب هناك أشواط يجب أن تقطعها قبل أن يصل إلى مجلس العموم في المملكة المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية هناك بعد طبعا هناك بعض الأشواط وهناك بعض السياقات المختلفة المرتبطة مثلا بحكامة تشريعية فهناك مسار يأخذك من مثلا من حكومة إلى حكومة والمسار مختلف وقطعك أشواط قبل أن تصل إلى الكونغريس وقبل أن تصبح مثلا عضو من الكونغريس فنحن في إطارنا وفي سياقنا لا توجد هذه الأشياء وأظن أنه في رأيي يجب أن طبعا نؤسس أو نقوم بمأسسة نظامنا ربما في إفريقيا فجزء من المشكل الذي نعاني منه في إفريقيا وما نراه هو كالتالي فنرى أن طبعا هناك بعض الحقوق المؤسسية وهناك حديث اليوم أن هناك ضرورة من طرف الشعب أن يقوم بإعداد هيكلة المؤسسات فماذا نعني بهذا؟ يعني تغيير في اتجاه المؤسسات وفي تغيير المسؤوليات فيجب أن نقوم بحل بعض العقبات يجب أن ننظر في السياق الإفريقي إلى المسار الذي عبره نصل إلى القيادة في بعض السياقات الأخرى الأمور واضحة ولكن في مثلا في سياقنا فهناك طبعا نحن يجب أن نقطع بعض الأشواط بعض التدريبات فأنا لقد مررت عبر هذه التدريبات ولقد كان من الضروري أن ننجح في اجتماعات في طبعا امتحانات يجب أن نأخذ قبل أن نصبح عقيد فيجب أن يكون هناك بعض الامتحانات التي يجب أن ننجح فيها قبل أن نصل إلى أي منصب عسكري فهكذا الأمور بعد ذلك يجب أن دائما هناك امتحانات ويجب أن ننجح في امتحانات قبل أن نصل إلى منصب عسكري معين فهناك تدريبات فأنا أظن في اعتقادي أن هذه التدريبات موجودة في كثير من المنظمات وأنا أعرف فأظن أن هذه التدريبات مهمة جدا لها أهمية كبيرة في المجال السياسي في السياق الإفريقي طبعا لا يمكن أن نصل إلى منصب بدون امتحانات وهذا جيد ومهم جدا له دور جوهري أيها السيد الرئيس أظن أن هناك الكثير يجب يفعله من أجل أن نقوم بتقوية المؤسسات على المستوى المؤسسات من أجل أن نقوي منصب القادة على جميع المستويات وأظن أن هناك الكثير يمكن فعله فلقد قمت بعمل جبار في ميدانك ونحن نقدر ذلك شكرا جليلا لهذه الفرصة التي منحتنا إياها أود أن أدعو سعادة السفير أستاذ بيرا وأن أتفضل بإعطائه الفرصة من أجل طرح المدخلة شكرا جزيلا لك الكلمة سعادة السفير شكرا جزيلا بإعطائه هذه الفرصة ليس لدي طبعا أي سؤال معين كنت فقط جالس هنا وأستمع إلى مدخلات القيمة لسعادة السفير فليس لدي أي سؤال أي مدخلات أنا أتفق معه تمام الاتفاق لما تفضل بقوله فأود أتمنى لو كان لدينا وقت أكثر من أجل الطرح ومن أجل أن نستفيد من خبرته ومن مدخلاته طبعا لقد يمكنني أن أستمع لسعادة السفير اليوم بأكمله طوال اليوم ولن أتعب فكثير من الأسئلة من الصعب أن أقرأها كلها فهناك سؤال يقول أود أن أعرف طبعا رأيك بخصوص السياق الإفريقي فهل ما زلت تعقد أن طبعا هناك كثير من لم أسمعك جيدا سيدة كيت سوف أعيد السؤال يقول السؤال هل هناك كثير من الدول الهشة في إفريقيا وهل ليس من الضروري أن تنظر إلى إعادة طبعا النظر في توحيد إفريقيا كمثلا حلول التحديات المتواجدة على أرض الواقع فهناك سؤال أيضا مرتبط بنفس السؤال من زميل من سودان من دولة السودان ويقول حسب تجبتك أيها السيء سعادة سفيرك قائد هل التحولات التي حصلت في نيجيريا كيف يمكننا أن ننظر إلى الدول الشابة وكيف يمكننا أن نربط علاقة وطيدة بين نيجيريا وبين الدول الشباب وكيف يمكننا أن نتكملم عن مسألة التنوع وعن الإدماج الثقافي فلدينا القارة بأكملها وأيضا لدينا أيضا بعد الأمثلة الأخرى هناك بعض الدول الصغيرة أو الدول الهشة التي يمكن طبعا التي تتمتع أو لديها بعض القادة الذين لا يتمتعون بالمؤاليات الأساسية هل يمكنك أن تعطينا أفكار أو تقوم بمدخلة بخصوص هذه الأسئلة؟ شكرا جزيلا أظن أنه لو كان لدي الوقت كنت ربما أقول الكثير عن مواضع أو عن سياقات مختلفة عبر القارة الإفريقية فعندما نتكلم عن بعض الدول الإفريقية الهشة أو بعض الدول الإفريقية الناجعة فما الذي يجعل دولة هشة أو دولة هشة؟ ما الذي يتسبب في جعل دولة دولة هشة؟ ففي حقيقة الأمر في سياقات في غينيا كانت هناك انتخابات فكنت أنا رئيس أو ترأس طبعا الاتحاد الإفريقي وشون كوا كان هو رئيس دول غرب إفريقيا فقبل ذلك قبل الانتخابات كانت هناك طبعا كانت وصلنا إلى خلاصة أنه كان هناك مرشح وصل أو صرح نفسه وقال أن طبعا الجيش أتى أو وصل وأنه وطبعا قلت طبعا هناك تجيش فقلت نحن الاتحاد الإفريقي ونحن نمثل هنا الاتحاد الإفريقي انظر إلي أنا سوف أقوم بالالتقاء بك في أكرا التقي بي في المطار وسوف نتوجه إلى بنين وسوف نتكلم عن هذا الموضوع وهذا ما سنفعل سوف نتكلم عن الأبعاد أبعاد مهمة لهذا الموضوع فالتقينا وطبعا التقاته في المطار وبعد ذلك قلت له أنه من المهم أن نتجي إلى جنيسا فعندما كنا كانت الطائرة سوف تنزل طبعا نظرنا إلى نظرنا من النافذة عبر الطائرة وقلت فقلت انظر سيدي ليس هناك أي سبب يجعل هذا البلد لكونه فقير انظر إلى الفضاء والساحة الخضراء التي تميز هذا البلد فهذا البلد لا يجب أن يكون بلد فقير وقلت له سيدي أيها السيد الرئيس أي بلد في إفريقيا تظن يجب أن يكون فقير ليس هناك أي بلد في إفريقيا يدعي إلى أن يكون فقير فقال طبعا فأجابني وقال أتفق معك سيدي لا بلد في إفريقيا يجب أن يكون فقير بلد فقير فأي بلد في إفريقيا يعني يجب أن يكون بلد هش فأنا أتكلم عن ضعيف أو بلد ضعيف فهل بلداننا ضعيفة؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه فلنأخذ بعض الأمثلة فرواندا أن بوروندي هي طبعا كانت تحت القوى العسكرية القوى الاستعمارية عفوا واليوم فالسؤال الذي نطرحه اليوم لماذا هناك بلد أكثر يعني أقوى من الآخر وهي كانت دولتين تحت نفس القوى العسكرية الجواب هو سهل جدا وبسيط المسألة متعلقة بالقيادة فهنا نتكلم عن بلد ما هي مثلا كل المحاصيل الزراعية ما هي كل سوف تزدهر سوف تزدهر فهنا نتكلم عن الفضاء الخضراء وعن المحصاحيل الزراعية والغنى الزراعي فنحن بلد كان يستورد الموز نحن نتكلم عن المانجو ولا نتكلم عن الأناناس ولا نتكلم عن المحاصيل الزراعي الأخرى نحن نتكلم عن التفاح كانت كواحد من البلدان استوردت التفاح عفوا هناك انقطع في الصوت هناك صعوبة في الاتصال نعتدر فالموز ينمو والمانجو المانجا تنمو وكان هناك بعض المحاصيل الزراعات التي تنمو تنمو بطريقة مزهرة فإذن دائما أنا التزمت برأيي إن الظروف التي نحن فيها في بلدان المختلفة في إفريقيا ليست اختيار ذاتي هي اختيارات أتتنا ورثناها من قاداتنا بشكل طوعي أو غير طوعي وقادتنا يلام عليها أعطيكم مثال واحد في نيجيريا عندما أصبحت الرئيس المنتخب لم أكن أعرف إنه الاتحاد أو التحالف التي أتى بي التي انهار حصلنا على خمسين مليون دولار لم أكن على دراية بذلك المسؤولين كانوا يستعملونها لأصفارهم الشخصية حول العالم ولم كنا أنا على دراية بهذا الميزانية الموجودة هذا المبلغ المالي ضمن ميزانية الدولة وعندما علمت بها أوقفتها قلت سنستعمل هذا المال لتحسين الإنتاج الكاكاو في 2003 في الإنتاج الكاكاو كان 150 ألف طن وجلست مع اللجة الخاصة بالموضوع 12 مليون دولار ونصف بحلول 2007 إنتاجنا أصبح أكثر من 400 ألف طن من 150 ألف طن أتذكر الرئيس جون كوفو قال قال نحن بلد بيترولي لا نحتاج إلى الكاكاو قلت له يا عزيزي كلا غاية أن ننتج مليون طن سنوي من الكاكاو قلت ستقتل دولة غانا قلت لا لن نقتل غانا سنكون مثل غانا منتجين لمنتجات مشابهة أيضا الحقيقة هي أنه نجيرة لم تتجاوز لحد اليوم أكثر من 400 ألف طن مثل ما كان في 2007 فإذا قلت أن ناجيريا فقير ما الذي جعل ناجيريا فقير إذا قلت أن ناجيريا ضعيف من يجعل الدولة ضعيفة قادتنا الفقر الضعف أي صفة تحب أن تنسبها إليه فهذا فاللهذا أعتقد أعتقد أن هذا هي التي تحاول أن تدرسها المركز الأفريقي لدراسات استراتيجية كافة هذه الأشياء إنه إنه سؤال لماذا لماذا الظروف يجب أن تكون مثل ما هي عليه الآن ولماذا لا تكون أحسن ماذا يمكن أن نفعله كي يصبح الظروف أحسن لا أعرف إذا كان في أسئل أخرى لكن دعوني أنهي كلمتي بهذا الملاحظة هو واحد قال لي عن واحد تحدث واحد ذكر القيادة الأفريقية التي هي اللجنة التي أنا كنت أحد مؤسسيها نعم أردت ورغبت بأن أأخذ ناس من أفريقيا شباب ناهضين قياديين كي إلى زميلي لي كوانيو أردت أن يأتي يا لي كوانيو وأن يخاطب إلى تلك أي خاطب محفل الشباب القياديين وعندما دعوته لي قال انظر صديقي عندما لماذا لا تأتي بي الشباب القياديين إلا سنغافورة قلت له لي ما عندي المال الكافي عندي أربعين شخص راغب فيه كي تخاطب قال أنا سأدفع أعتقد ضمن خلال أحد مآهدهم أو جامعاتهم المحلية لمدة يومين لي كوانيو كان معنا و سنغافورة في وقتها أصبحت من دولة ثالثة إلى دولة صناعية متقدمة من الصنف الأول وكافة الشباب القياديين من رجال ونساء كانوا يصغون إلى لي كوانيو وكانوا راغبين في الحصول على اللمسة السحرية منه وواحد طرح سؤال قال السائل ما هي السحر ما الذي فعلته أنت ما هي الشيء الذي فعلته أنت وجعلت الناس هل عملتها بشكل تجزيئي تفصيصي تدريجي وقال لي ما في سحر عملنا بعض الأشياء بشكل جيد وناجح واستمرنا بالنجاح والشكل الصحيح ما في سحر عملنا بعض الأشياء بشكل صحيح واستمرنا في الخطوات الصحيحة وقلت للشباب والشابات انظروا إلى بلدانكم وما يفعلونها بشكل جيد استمروا فيها واكتشفوا إذا كان في شيء خاطئ اجعل بلدانكم تقوم بأكسها أو جعلها بشكل صحيح وأن يستمروا في الصحة وهكذا وهذا هي سيد الرئيس ما أسفين على المقاطعة أنهينا الوقت وأكثر أيضا ولدينا السفيرة فاطمة محمد وأعتقد أنه إنها تريد أن يكون لديها الكلمة الأخيرة السفيرة محمد تفضلي افتحي الميكروفون إذا ما زلت موجودة على الخط وسيسرنا أنك أنت معنا فتفضلي بالكلمة صباح الخير كيت هل تسمعونني نعم تفضلي صباح الخير كيت ميشيل لوكا بابانا بابانا صباح الخير سيدي جميل أن أراك رئيسي وشكرا لتنظيمكم لهذا المناسبة والفرصة خاصة كي أسمع الرؤية العميق من الرئيس أوباسنجو الذي ليس فقط قائد في نيجيريا وإفريقيا وإنما على مستوى القارة وعلى مستوى العالم وسأحاول أن أختصر هو لمس بعض النقاط وأعتقد أنها ستكون نقاش كامل بمفرده لكن عندي سؤال مباشر واحد حول الأشياء التي ذكرتها التي هي أعتقد أشياء تلمس الكثير من التحديات التي تواجهنا على مستوى الوطن وعلى مستوى القارة لكن بشكل مباشر كيف يمكننا في منسبة لأيامنا هذا إقليمنا اليوم وبلدنا اليوم كي ننظر إلى الفجوات والتحديات تعلم من الماضي طبعا وأن نتأكد بأنه يمكننا أن نصححها تحدثت عن العدد الكافي من القياديين أن يكونوا موجودين على الصحة القارة أولئك أولئك القياديين الذين هم شيوخنا هم كيف نؤكد بأننا نبني وننمي القياديين الذين نحتاج إليهم من الأسفل إلى الأعلى عندما نسمع الكلمة القائد تائماً نراها وكأنها شيء من الأعلى إلى الأسفل كلا لكن الواقع هي أنه نحن لدينا الكثير من الطاقات الكامنة خاصة على المستوى الجماهير الذين لم يستغلوا لحد الآن فالسؤالي كيف نؤكد اليوم بأننا نحاول أن نبني الجسور وأن نبلأ الفجوات كي نستجيب لهذه التحديات الكثيرة شكراً هي نفس الشيء التي نمر بها في هذه الأيام أنا أعطيتكم بعض الأمثلة التي نحن فعلناها في الماضي كان لدي مشكلة في جيني كونكري المتلامس لمنطقة جيني وقررت أن أنظر وأن أأخذ شخص أو شخص آخر لديهم مسؤوليات وكلينا ذهبنا إلى وكنت هناك وكل ينادي نفسه فريق فريق أول لواء وكونكم فقط أنتم حربتم في الحرب للإستقلال فتعطونا أنفسكم تلك اللقب أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا قياديين مبادرين فكلانا حالينا المشكلة ورجعنا بعد مهامنا حكيت عن قصة إقليم سالتومي وضهبت للرئيس المونغو ولدينا نفس المشكلة في هندولي وأن نعالجها ورجعنا هي المشكلة أن قادتنا لا يتحركون بتكاتف يداً بيد كي يحل المشاكل ولا يمكن أن تقوم بشيء بمفردك لا يمكن لا يمكن أن تقوم بشيء بمفردك نانجيريا مع كبرنا مع تعدادنا التي أكثر من 200 مليون شخص نحتاج أن نسحب وأن نحمل آخرين إلى مع مسيرتنا إن لن نفعل لن نقوم بشيء والآخرين سيأتون ما أنا وعلينا أن نجعلهم أن يرغبوا في المجيء معنا مسيرة أنا أعتقد أن الوضع التي لدينا أو كان لدينا في بداية هذا القرن في 2000 2001 2002 2003 لم يتغير شيء عدا بعض الوجوه وإذا مارسنا نفس الممارسات سنحصل على نفس النتاج لا أكثر هل تتصور أن تذهب إلى رئيس تعرفه اسما أو على مستوى شخصي وإذا كان في مسألة ستذهب وتقول له هناك طريقة لحلها وهكذا لا أرى شيء آخر لا أرى يعني بصراحة أي حل آخر أي طريقة أخرى لا أرى طريقة أخرى نحن نجعل الصورة كأنها صعبة ليست صعبة بتاتا إذا يذهب رئيس إلى رئيس آخر ويقول لدينا مشكلة كيف نحلها وهكذا ويجمعون أقولهم مع بعضهم البعض فسيحلونها لكن عندما نعمل بمفردنا بمعزل هذا أولا ولا لا نتحدث ولا نخاور ولا نضغط على أنفسنا ولا فعلينا أن نفعل أكثر وأن نكون أحسن مما نحن عليه حتى فقط من داخل حدودنا أن نرفع من المستوى السيدة فاطمة كان لديها هذا السؤال حتى داخل حدود بلداننا يعني في تلك اليوم كنت أتحدث إلى فاطمة هل أنت ما زلت موجودة على الخط نعم موجودة على الخط تفضل سيد لكنها تسمعك ما حصل سألتها فلنترك ما يفعله السياسيين في نقطع في الخط آسف للمستمعين اليوم يعني تصور لكم كان الظروف أحسن للمجتمعين والبلدان والتي ستجعلنا لو نرى التغيرات الإيجابية إن حصلت يعني أعتقد نحتاج إلى أن نصحي بأفكارنا وأن نتوجه إلى ما هو صحيح سيد الرئيس سيد الرئيس ما في طريقة أخرى بصراحة المهم أن تكون ناشط وأن تكون مبادرا بالتأكيد سيدي الرئيس شكرا جزيلا لقضائك كل هذا الوقت معنا ولكلمات الحكمة والرؤية العميق والإلهام ما أنه نواجه التحديات على بعض المستويات ونأمل لقيادين آخرين مثلك فردينا القوة كي نغير هذا الواقع والغايات المشتركة والالتزامات والقيمة الجوهرية وأن نجعل كل مجتمعاتنا مزدهرة وأن نمكن المواطنين كي يعيشوا بأمان وسلامة وبحرية ونأمل بأن تكون هذا ونشكرك على الإلهام التي أعطيتنا إياه ولقيادتك وعلى القارة وحول العالم ولقضائك الوقت الساخي معنا فبن يابعنا دكتور لوكا وعني في مركز أفريقيا والمجتمع شكراً إلى ميشيل لمساعدتها في هذا الحوار شكراً سيدي الرئيس سيادة السمو ولدينا أكيد أسئلة كثيرة موجودة على الخط ونعتذر لعدم وصولنا إلى أسئلتكم والملاحظات كونوا على دراءة بأننا نقدر جداً ونشكركم ليسا فقط لوجودكم معنا على الخط وإنما لاستمراركم في عملكم وأدواركم في الحياة وهذا شكر يأتي من أعماق قلبنا كونكم معنا اليوم شكراً جزيلاً يعني التصالبية سيكون في مجال آخر للإجابة على أشياء أخرى لكن دعوني أقول أنا متفائل جداً تجاه أفريقيا لا ينقصنا القدرات البشرية التي يمكن أن تحس من حالة القار لم نصل إلى هذا المرحلة لكن أعتقد أننا سنصل ودعائي أننا سنصل وأنا ما زلت على قيد الحياة وأن أراها سنبدل كافة جهدنا كي نتأكد سنوصل الدور القيادي ونشكرك شكراً شكراً